المشروع ده بدقوا من 2010 أول ما الطفل بيوصل 18 سنة بيخش معي في أوركسترة ثانية كبار بس دول المجموعة دوله الجيل الثالث وداخل فيهم برضو صغيرين جيل الرابع اوكي ايسل بقى بدأت كان عندها كم سنة؟ بدأت معي برضو من كيشتو يعني أجازة اه يعني بعد كيشتوان اوكي ومكملة اه بقسم متعددة المواهج بتغني بتعزف بيانو بيانو أساسي قلت لي انه دايما بنبدأ الأول بالبيانو ليه دايما بنبدأ بالبيانو اه البيانو من الآلات الصريحة يعني لما جاي يدوس على نغمة دو مثلا منفشلت الحاجة تانية عكس الكمانجا لازم اضبط الوطر وانشن اكان صح واقعان لا البيانو صريح تانية حاجة انت بتشوف النغمات قولك دو بعد كده بعد كده انت شايف النغمات قدامك لو قلتها لك على الكمانجا مش هتشوفها فلازم أول انت عارف ده لما تقولك تتخيل بقى النغمات دي على ايه آلة تانية تبقى انت عارف دي اسمعني يعني عندنا في الكلية البيانو اسمه مقالة أساسية واي حاجة اسمها آلة تانية فانت بتدرس ده أساسي معك وبيبضل معك حتى لو دراستك كلها غربي لازم معك بيانو حتى لو تحص غير البيانو لكن لو انت شارقي طبعا بتشيل البيانو كنت بقى بقولك على انه قلت لي حتى الآلات الندرة بعتنا جبنا ايه الآلات الندرة الآلات الندرة يعني آلة زي المارنبة مش متاح بالمناسبة سامي على المعاي هنا صدفة ان احنا عملنا حفلة مع الشاب برياضة كان مشروع كده تعاون بين الشاب برياضة وبين أكاديمية الفنون الاطفال هناك وكات حضرها نسمة عبدالعزيز مش عزول لك اه اعجبت بيها ازاي وتصورنا معاها والحد وقتنا هذا فيه ود بيننا وعلى طول وهي طبعا اخذها قدوة فشايفها الحاجة عمنا ازاي فدي باباها هي بدأت اكسيرفون صغير باباها يسكت لقى الموضوع كويس ما هو الاهيلي كلها طول ما انت شايف لانه الآلات غالية مش رخيصة طبعا بس الحمد ورحنا للحاجات اللي جبناها جبناها قبل موقت الغلاء الأخيرة عرفنا نجيب الحاجات بتاعتنا قبل الموجة الكبيرة دي بالزبط ايه تاني غير المرينبة بقى اللي هي الآلات القليلة جدا اللي هي الآلات الترامبت اوكي ترامبت معانا ريتاش ريتاش برضو التاني أقدم واحدة بدأت معي برضو ميليوديكا ريتاش كبيرة مستخبية ايه ورا ريتاش دي برضو مش متاح ان الطفل يعزفها هي مش الله عزفت وسمعت الكلام برضو بدأت معي أورج لازم بيانو في الأول بعد كده عملنا ميليوديكا طلعت معي وهي ظنونة خالص برضو في أواخر جيجته بالنسبة لها وبعدين جبنا بتالها بصي ايه رأيك نفخ بنفخ منلعب ترامبت طب ازاي؟ اه فالمهم واعي الأهل الأهل الحمد لله معي ترامبت مش موجود يعني لو جينا دوارد لا كأطفال كأطفال كبار موجود موجود أطفال قليل جدا يعني حتى تخص الترامبت دا مفتوح مثلا كفصل في الأوركسترا في ترمية المواهب في الأوبرا لسه مفتوح اوكي فلان مش متاح انك تجيب أطفال وجودها لان في الأهالي برضو عدم يمكن حاجة الواحد بيبقى سعيد بيها الأهالي عندنا عندهم حاجة اسمها عدم الثقة في البلاد شايف ابنه دا سوري يعني أقل من أنت دايعه دا مش فاهم فأنا على طول فارد وصايع لي وتدي له مبايل وخلاص وتشير دمك منه لأ لما يلاقي ابنه بيعمل حاجة محترمة حاجة لها قيمة حاجة تخلي الناس بتقوله أنا كوالية أمر بقى بحس بالفخر في وسط زميلي وصحاب القبار طبعا انت ابنك ما شاء الله لانه نفس ابني بقى زيك بيبدأ هو يدعم ابنه دعم زيادة عكس ما كان الأول بصص له انه هو لأ دا طفله دا يفهم هو دا بيعرف ما هو الفكرة ان انت بنحاول نرجع ثقة الأهالي في أطفال أولاد مش عايز لك دول اللي لابنه الأولى في بناء أي مجتمع وأهم اللي لابنه لان دا لو انت ربيته كويس مش محتاج لحاجة تاني خاصة هو قوتماتيك هيكبر هيزبط لك الدنيا فانت لو هاهتميه عشان كده كوريا مش مجاتش من فراغ اللي هي فيه دا مجاش كده لا دا فيه كالسياسة ماشي اهتمام حقيقي بصف قلتلي إن الأوركسترا دا هو أول أوركسترا أطفال في مصر لا كأوركسترا كفرق لكن احنا بنتكلم كأوركسترا وأوركسترا يعتبر أوركسترا مش كورال مش كورال احنا بكلم على أوركسترا اه لا فيه فرق أطفال بتعزف بس الحمد لله يعني إحنا الحمد لله يعني دخلنا مثلا في مسابة الشابة والرياضة دا أخد مركز أوله على طول الحمد لله لان بحاول اهتم بالتفاصيل حاول اهتم إيه اللي مش موجود إيه اللي مفروض نعمل فيه جو حلو هي حت أوركسترا إن فيها نفخ خشب ونفخ نحاس وفيها آلات وطرية وفيها آلات إقاعية ففيها التكامل دا أنا عندي تكامل وتنويع بالضبط وتلاون بيعزف كذا خط لحني فأوتماتيك بيخلي اللي بيقعد بيستمع حاسس هو مبسوط منه مش متخصص مش فاهم الانبساط إيه بس هو مبسوط لما يجي القطارن بقى بأي فرقة ثانية يباني الفرق يوم يحصل لا الفرقة دي حاجة وده اللي بيخلي الأطفال مبسوطة لأنه هو حاسس نفسه في حتة واللي حواليه مش معاه يبدأ هو يديك أكتر والأهل يبدأ يركز معاه أكتر لأ ده انت خلاص بقى انشب انت عايز إيه فالفكرة دي كلها مخلي الأطفال باستمرار محافظ على الشغف بتاعهم طبعا طبعا وزي ما قلت التأدير طول الوقت بيشجعهم يعني طول مهم حاسين بالتأدير طول مهم بيتشجعوا يتحمسوا أكتر بسط